اشتركوا في القناة وكذلك معالي وكيل وزارة الداخلية ومعالي رئيس الجمارك بالاضافة الى عدد من كبار المسؤولين بالوزارات والمؤسسات المختلفة والمختصين في مجال امن المعلومات بالجهة الحكومية وبهذه المناسبة اكد معالي وزارة الداخلية ان حماية امن المعلومات من ابرز التحديات التي يجب التعامل معها بجدية خاصة مع تزايد التهديدات الامنية الالكترونية منوها الى اهمية العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الامن السيبراني والوقوف على الاساليب الحديثة في مواجهة الجريمة الرقمية واشار الى ان مواصلة عقد هذا الملتقى وما يتضمنه من برامج وورش عمل يسهم في تعزيز منظومة التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية وهو ما يتطلب العمل بشكل مستمر على توفير البرامج التدريبية المتخصصة الهدفة الى تحسين انظمة الاتصالات وتقنية المعلومات معربا معالي عن شكره لكافة العاملين بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والقائمين على مبادرة برنامج ثقة لامن المعلومات متمنية للجميع التوفيق والنجاح من جهتي عرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على رعايته وحضوره الملتقى الثاني لامن المعلومات ما يؤكد الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من قبل معاليه لكافة المشاريع والمبادرات التي تطلع بها الهيئة الامر الذي يعزز جهودها الرامية للارتقاء بمجال تقنية المعلومات في القطاع الحكومي وسعيها المستمر لتوفير مظلة من الحماية الامنية للمنظومة الحكومية بما يمكنها من العمل في بيئة ذات جاهزية متقدمة هذا وأوضح القائد أن تنظيم النسخة الثانية من الملتقى يجسد دعوة معالي وزير الداخلية المستمرة بضرورة تضافر جهود الجميع للتصدي للجرائم الالكترونية مضيفا أن تكريم معاليها اليوم يأتي تقديرا لما تبذله كافة القطاعات المعنية من جهود في هذا الشأن وتشجيعا لخلق بيئة تنافسية لرفع مستوى النطج في مجال أمن المعلومات بين موظفي القطاع العام وهذا ما جسده برنامج ثقة ومستوياته التنافسية الثلاثة فيما تناول الخبير الدولي في مجال الأمن السيبراني محمد الملحم من المملكة العربية السعودية الشقيقة أحدث التوجهات العالمية في مجال أمن المعلومات والسياسات والأنظمة والبرامج التي تبنتها دول العالم والشركات الكبرى في هذا المجال بما يمكنها من التصدي ومنع أي محاولات اختراق لأنظمتها أو تسريب للمعلومات هذا وقد قام معالي وزير الداخلية بتقريم 14 جهة حكومية تم اعتمادها ضمن برنامج ثقة لأمن المعلومات نظرا لاستفائها متطلبات البرنامج بمستويه المتقدم والمبادر فضلا وللمرة الأولى عن تحقيق جهتين لمستوى متميز حيث كرم معاليه جهتين هما الإدارة العامة لديوان وزير الداخلية وبورصة البحرين لاجتيازيهما متطلبات مستوى متميز بالإضافة إلى ستة جهات حكومية هي الإدارة العامة للتقطيط والتنظيم بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة ضمان الجودة وجامعة البحرين فيما تم تكريم ستة جهات هي وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ومجلس الشورى ومفوضي حقوق السجناء والمحتجزين وذلك لاجتيازهم متطلبات مستوى مبادر كما كرم معاليه جامعة الخليج العربي نظير تعاونها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إعداد دراسة تقييم مدى فعالية برنامج ثقة لأمن المعلومات في تطوير الجهات الحكومية تحديات كبيرة بات يفرضها واقع الأمن المعلوماتي على مستوى العالم فتطور تكنولوجيا المعلومات من جانب والحروب السبرانية من جانب آخر تضع عبءا كبيرا على عاتق الحكومات والمؤسسات بأن تواكب آخر الاحتياطات الأمنية وأن تحصن وتطور شبكات أمنها المعلوماتية وهذا ما جسدته البحرين اليوم من خلال محاور ملتقى ثقة لأمن المعلومات بنسخته الثانية برنامج ثقة يعتبر برنامج أعد وصمم من فريق بحريني من فكرته إلى عملية التنفيذ وهو برنامج أو منظومة يهدف إلى حوكمة أمن المعلومات في الجهات الحكومية هو يتقسم إلى ثلاث مستويات مستوى مبادر ومستوى متقدم ومستمى وتويز وكل مستوى فيه معايير مطلوب من الجهات الحكومية أن تنفذها المعايير المعايير هي خاصة بأمن المعلومات تشمل تثقيف الموظفيين عن مخاطر أمن المعلومات تشمل الأمور التقنية الأنظمة الخاصة بأمن المعلومات التي يجب أنها تطبق في الجهات الحكومية تشمحة الإجراءات والسياسات الخاصة بأمن المعلومات من أكبر هذه التحديات الأمن السبراني وهي الهجمات الإلكترونية التي تواجهها شبكات التقنية وشبكات المعلومات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الوزارات وما شاهدت اليوم الحقيقة مطمئن أن هناك تقدم في الأمن السبراني وهناك جهود مبدولة هائلة ورائدة في حماية الشبكات ولكن لا يزال التحدي قائم ولابد أن مواصلة الجهود وبدل الجهود لحماية الشبكات وتقنية المعلومات تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز منظومة حماية أمن المعلومات الحكومية بات من أولويات مملكة البحرين هذا ما أكده الملتقى الذي شهد مشاركة نوعية من الخبراء من مختلف القطاعات الأمنية وذلك بالنظر لما للأمن السبراني وسياسة الحماية الأمنية من أهمية بالغة وارتباط وثيق في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي والحوسبة السحابية التي تنتهجها دول العالم والذي يتطلب اتباع معاييرا غاية في الدقة وغاية في السرعة قضية مهمة جدا ونحن في الجامعة حاولنا نقوم بأخذ جميع أنواع الحيطة والتوعية بالنسبة لمنسوبية الجامعة وحصول الجامعة على تصنيف متميز في الثقة فهذا شيء يسعدنا تماما جامعة البحرين تريد إن شاء الله أن تتعاون مع جميع الجهات الحكومية في هذا الموضوع ونقدم جميع ما يمكن تقديمه من حلول للتصدي لهذا الموضوع الخطير حقيقة نحن في بورصة البحرين ومنذ التأسيس حرصنا على وضع إطار أمني لتقنية نظم المعلومات حسب المعايير الدولية وافضة الممارسات في مجال أمن المعلومات وذلك لما تقدمها البورصة من خدمات وفرص استثمارية تخدم الاقتصاد الوطني أهداف عديدة تضمنتها محاور ملتقى ثقة لأمن المعلومات بنسخته الثانية تصدرها التصدي للهجمات والإرهاب الإلكتروني الذي يستغل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أجنداته وأهدافه إضافة إلى سبل التطوير والتحديث لشبكات الأمن الإلكتروني وتوفير بيئة التنافسية ومظلة أمنية تحفظ سلامة وسرية المعلومات في مختلف مؤسسات وأجهزة القطاع العام داخل مملكة البحرين تهديدات حقيقية ومخاطر لا يمكن الاستهانة بها تحدق بأمن المعلومات للحكومات والمؤسسات على مستوى العالم مملكة البحرين ومن خلال استمرارها في ملتقى ثقة الثاني تؤكد حرصها الدؤوب والجهود الحثيثة لمواجهة أي مخاطر قد تهدد أمنها المعلوماتي وفق أعلى المعايير والخطط والأساليب الحديثة يحياء العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين